من الشخصيات الجزائرية التاريخية الخامس والعشرون الشيخ الطيب العقبي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات الشيخ الطيب العقبي كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولد سنة 1890 ميلادي بسيدي عقبة بالسطرة وسط عائلة متدينة هاجر مع عائلته سنة 1895 ميلادي إلى الحجاز واستطر بالمدينة المنورة أين تلقى تعليمه الأول بها وأخذ من مشايخها مختلف العلوم الإسلامية التي كانت تدرس بالمسجد النبوي وهنا تنشر في الصحف عدة مطالات في الدين والسياسة مما جلب له مشاتل مع السلطات العثمانية التي نفته إلى الأناظور بيتوتيا وفي سنة 1918 ميلادي عاد إلى متر المترم وأشرف على إدارة المطابع الملاتية وجريدة القبلة خلفا للتاتب الإسلام الشهير محب الدين الخطيب بعد عودته إلى الجزائز سنة 1920 ميلادي استقر بمدينة بالسطرة وبعد سنوات بدأ نشاطه لإصلاح رفقة الشاعر محمد العيد الخليفة ومحمد الأمين العمودي وأنشأ جريدة الإصلاح لنشأ أفطاره الإصلاحية داعيا إلى ضرورة قيام نهضة عربية إسلامية بعيدا عن الخرافات والشعوذة والتمسط بتعاليم الإسلام الصحيحة انطلاطا من القرآن التعليم والسنة النبوية وتانى ينتقل بين المدن الجزائرية للدعوة إلى إصلاح الأوضاع استقر بالجزائر العاصمة وطام فيها بنشاط فعال في مجال إصلاح الدين والاجتماعي حيث تانى يشرف على إدارة نادي الترقي ساهم مع ابن باديس والبشير إبراهيمي في تأسير جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعين مديرا لجريدة البصار لسان حال جمعية العلماء وتانى له تعطي تابير على التمتين لهذه الحارة الدينية تم تانى له فضل مشتور على النهوض بالصحافة الوطنية لعب دورا تابيرا في نجاح المؤتمر الإسلامي سنة 1936 ميلادي وتانى ضمن الوفد الذي انتقل إلى باريس لتقديم مطالب المؤتمر الإسلامي وعند عودته من باريس قدم تقريرا عن نتائج المؤتمر الإسلامي في تجمع شعبي بملعب العناصر العاصمة رفقة ميصر للحاج اعتقلته السلطات الفرنسية بتهمة اغتيال مفتي الجزائر محمد تحول ووضع في السجن نغم أنه تانى بريان بعد خروجه من السجن تأثر تأثيرا بتهمة الاغتيال وطلص من نشاطه بتخليه عن إدارة تحرير جريدة البصائر ثم انسحابه من عضوية المجلس الهداء لجمعية العلماء وعاد سنة 1939 ميلادي إصداد جريدته الأولى لإصلاح وبدأ يظهر بينه وبين أعضاء الجمعية خلاف حول منهجية الدعوة والإصلاح لكن وصل نشاطه ضمن نادي الترق بالجزائر العاصمة وخلال فترة الثورة التحررية تانى الشيخ الطيب العربي طريح الفراش يعاني من مرض السطري إلى أن توفي يوم الواحد والعشرون ماي 1960 ميلادي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد